بعد أن أنفقت عليه ملايين دولارات وجهز بمعدات وأسلحة متطورة اعترف الجيش الأمريكي بعدم تحقيق ما كان يفترض عقب سنوات من التدريب وخطط تأهيل القوات الأمنية في العراق وهما أثار حفيظة بعض المسؤولين في واشنطن الذين توقعوا تكرار سيناريو الانهيارات العسكرية السابقة ففي تقرير صدر عن الكونغرس مؤخراً ورد بأن القوات التي دربت على يد الولايات المتحدة في العراق لم تحقق مكاسب ملحوظة في مجال القدرة على محاربة تنظيم داعش أو مواجهة مخاطر أخرى يتعرض لها العراق حيث لا تزال قوات الجيش في العراق تعتمد على سلاح الجو الأمريكي إلى حد كبير بحسب التقرير الذي أشار أيضاً إلى أن أغلب قطعات الجيش الحكومي لأسيما قوات مكافحة الأرهاب التي تعد قوات النخبة لم تتمكن من تجنيد عناصر جدود ضمن قواتها منذ عام 2018 أما سلاح الجو في العراق فما زال يعتمد على المساعدة الأمريكية في مجال تحديد أهداف الغارات فيما أصبحت حاجة الطيارين العراقيين لتعلم اللغة الإنجليزية حاجزاً أمام تطوير قدراتهم بحسب ما ورد في تقرير صحيفة سارد أند سريبز الأمريكية مأثار مخاوف شبيهة بتلك التي تخص عمليات تدريب الطيارين في أفغانستان تقرير الكونغرس حذر من انهيار وشيك للقوات الحكومية في العراق مشابه لذلك الذي حدث عام 2014 أمام بضع مئات من عناصر تنظيم داعش في نينوى لأسيما بعد تصريحات الناتق باسم عملية العزم الصلب الرأد جيفري كارمتشول الذي أكد بأن القوات الحكومية في العراق لم تحقق المستوى المطلوب من التقدم مقارنة بغيرها قدرات محدودة وقرار منزوع لمؤسسة عسكرية من المفترض أنها بعيدة عن الميول والتوجهات إلا أن ما يجري بحسب مراقبين يتم وفق ما يخدم أجندة الميليشيات الولائية التي تسعى لابتلاع العراقي بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر